فهم عرفهم ازاي انت صياد واحنا صيادين والجدع اللي يغلب فعرفهم ازاي يدخلهم ويملكوا القناة وشوى شوى لانا يعقوب بيزيع دروس من مكتبته وبعد كده دخلوا ملكوا القناة وحولوا القناة حسين ان احنا واعنا في مخلب هذه العصابة القناة الاول كان ياسر نور جزاء الله وخيرا كان مدير البرامج ساعتها وكان اكتنا بشرح فيها الاسماء الحسنة وكلمت فيها فأرولي ده في دكتور اسمه الدكتور محمود عامل في الاسماء الحسنة ضجة جندة فانا قلت لهم انا هنتفع به وبدأت الاسماء اللي الدكتور اتكلم انها لم يسبت لها دليل صحيح وجنبها واشتغنى في الاسماء المتفق عليها فكان كتاب الدكتور محمود الهاد لما هما كلفوك بمسألة الرد على الدكتور محمود وانت جيت لي حد تستفسر من المسألة فيها دي كانت في خنات الرحمة لما دكتور جابولي اسطوانة وقال له ده بيرد عن محمود حسن وكذا وحنا عايزين يرد عليه فاخد وانت كريمت عسوان حسن يعني فانا قلت لهم طيب فيه اصول وسبابة محدش يقدر اتعداه قبل ما ترد على واحد لابد ان تحد بالمسألة من كل جهة حتى المخالف لك لابد له حق عليك فانا شوف بقدر ان تصدق الله يصدق ان تصدق الله يصدق ان تصدق الله يصدق ان تصدق الله يصدق لما ترجع للموضوع واستخارة مرة واثنين وثلاثة فروحتي مطبط الصحابة وقلت له كل كتب محمود رضوان فوقت بتكلم فاخد يرمخني كده بعدين يقول لي تعالى انتعال الدكتور لديتهم طبعا محيي موخزم الكتب مش موجود وكأن الكتب دي مأمور باغلاق السطر عليها ومنعها من الظهور هم عصابة مع بعضهم طبعا فجيه اخ محمد عياد قال لي ماذا تريد من الدكتور قال لي ماذا تريد من الدكتور وليد كل كلمة يتكلم بها الدكتور لان سمعت ان هو له اعتراض على الشيخ محمد وكلام زي كده فقال لي طيب ومن يعطيك الفرصة للقاء الدكتور وسماعه قال لي ماذا معقول انا نشوفه في التلفزيون اه لكن احنا نصل لفضل الدكتور ماذا مش معقول كنت انا شوفت له حلقات مع عمر اديب اه مع عمر اديب وكان معاك واحد تانى خالد جندي خالد جندي خالد جندي ده بقى قصة ممكن برة يتعمل عليها قصة كبيرة فالشاهد من الكلام ان الشيخ محمد عياد وروحنا اتفاق النو قبلت الدكتور طبعا بقى ان كنت ساعتها اي اكتاف الاسماء الحسنة في الشرح او في تفصيل او كلام كنت وادها ارجع معا لما غجوة بيتكلم كانوا بيحكينا على قصيدة انا اصلا مؤمن بها معنا وقلت لم اجيدها لفظا وقبل اروحت الاخص محمد جبر في المنصورة واجبت كل اللي عنده لقيتها مجرد شبهات من هنا ومن هنا ما فيهاش اي تأصيل علمي لما دكتور اتكلم قلت له صنايعي ومحترف واستاذ وبيتكلم في صناعته بس كده ده يعني اعطي القوسة بريها وهو بريها انا اعجبني فيه ان هما كلفوه ان هو رد عبدالطول محمود من غير ما يرجع عبدالطول محمود هم عملوا كده ان هما بيشوشوا محمد بيشوش ويعامل ضجة اعلامية وتخلى الناس كرة الكتاب من غير حتى ما يقرأ لكن شوف الشيخ جلال لما كلفوه بالعمل لازم ارجع للراجل اللي كتب البحث واعد معاه واشوف جايز يكون الراجل مش غلطان او احنا فيه حاجات حول منه او فيه حاجات لو غلطان حنقشوكها الاول قبل ما اتكلم عشان يفقى ده المنهج العلم الصحيح ولما عادت مع الشيخ جلال وتبين له الحقيقة والله انا ما صدقت لذلك هما من بعدها بدوا يقلبوا عليه نعم اعطي على الشروب التي عانيتها محمود في قناة الناس فيه لمحة قبل ما نروح لقناة الرحمة وهو ان نحسين احنا ان قبضة المشايخ بدأت تخلقنا كلنا يعني حسيت دواخز مخلب المشايخ خاصة محمد حسان في الابت انا كانا كنت متوقع ان هي وان ليس فيها منافى ومصالح فكان بعض الاخوة كان بيتحك مش عايز يقول لي ده فيه حاجات تدي فلا